بانجور تول موند جسبر كوووظالي سوبر بيان السلام عليكم كنتم مننا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي ساحتي جيدة مرحبا بكم معنا في برنامج جديد برنامج اكاديمي يخص المستوى الاول يعني لنيفو اا من خلال هاد البرنامج سنتمكن بإذن الله من التكلم باللغة الفرنسية بطريقة صحيحة سليمة وسليسة هاد البرنامج اللي طلقنا عليه اسم بارلي فرنسي اي تكلم بالفرنسية إلا كنتم استعدين نبدأ الدرس دينا الاول على بركة الله الجملة الاولى جو في الكل جو في الكل اي اذهب الى المدرسة جو في انا اذهب جو في انا اذهب سي لفر بألي كونجوغي او بخزن ا يعني الى لكل المدرسة انتبهوا جيدا لفر بألي سيبي دو لابريпوسيشن ا الكلمة ا عقصن كنسميها بالفرنسية اي اون propoزيشن هاد الى كول باش نقول إلا المدرسة استعملتو ألكول ولكن يجيب الانتباه على ان الكلمة ا او ما يستله عليه بالفرنسية اي اون propoزيشن متبوعة باسم مؤذنت باسم مؤذنت يعني أنو فمنا وندي المثال الموالي جو في على بلاج جو في على بلاج لقول اذهب إلى الشاطئ إذا انتبهتم جيدا فإننا نحصر على الجملة على نفس مكونات الجملة تقريبا جو في لفر بألي كنجوغي أو برزن جو في ألا بلاج جو في أذهب متبوعة بالكلمة يعني إلى لبلاج الشاطئ كذلك الاسم متبوعة باسم مؤذنت باسم مؤذنت الجملة الموالية جو في على بانك جو في على بانك نفس الفيل للمنز كنجوغي أو برزن جو في يعني أذهب إلى أ لابانك يعني البانك جو في على بانك دائما عندما نستعمل لفر بألي أذهب وعندما يكون متبوعا باسم مؤذنت يعني أنه في ميناء كنستعمل الكلمة أ اللي كتكون مكتوبة أ أكثر ما يصطلح عليه بالفرنسية جو في على بانك جو في على بانك هل هذا واضح؟ جو في أين أذهب؟ جو في أنا أذهب أ إلى لابانك البانك الجملة الموالية جو في على كافي إلا أنتبهتو رعدنا وحد علامة استفهمتما سوف تقولون لماذا أبدا لا نستعمل هذه التركيبة في اللغة الفرنسية لا نقول أبدا هذا غير صحيح جو في على كافي جملة غير صحيحة أذهب إلى المقهى انتبهوا جيدا لكافي عندنا هنا اسم مدكر جو في لذب ألي متبوعا باسم مدكر لذب ألي يسوي دانو مسكولا جو في أل كافي ها هي الجملة الصحيحة لا نقول جو في أل كافي ولكن نقول جو في أذهب إلى المقهى جو في جو في أو كافي عندما نستعمل الفعل الذهب بالفرنسية يعني الفعل وبيان لذب ألي جو في متبوع باسم مدكر كنستعمل أو ما كنستعمل ش قال كنستعمل أو جو في أو كافي لنقرأ الجملة مرة أخرى جو في أو كافي الجملة الموالية جو في أو سينيما نفس مكونات الجملة تقريبا جو في أنا أذهب أو إلى سينيما جو في أو سينيما في هذه اللحظة ستقولون للماذ استعملنا أو ولم نستعمل أ جايد جيدا لأن لإسم سينيما إسم مدكر أنت أ نفس المتال تقريبا جوهي او ترواي اذهبوا الى العمل جوهي لفر بألي او ترواي لترواي ستنو مسكولن اسم مدكر لهذا استعمالنا كيفاش حصلنا على او هي يالا بريبوزيشن ا متبوعة بلو كنجمع همو كتاني او جوهي او ترواي نقرأ مرة اخرى بصوت عالي جوهي او ترواي حسن جيدان نمر جوهي او لكول ان بوس نتابو معايا عندنا لفعل لفعل اذهبوا او لكول سلمنا الى fonction لفعل اخر او لكول او لكوهي او لكوهي بصوهي ان بي لكي نقول بي بي الجملة الموالية اذهب الى المدرسة بالسيارة اذهب ا الى المدرسة ا بي السيارة من خلال هاد التمرين ستستطيعون تكوين جمل صحيحة وسليمة حاليا نوقفو الدرس نديرو وخدمو لي تمرين تالي جي في بلاج توافع يلوا باست نوزالان لسي وزالي بانك يلون لي سوفا تستعملون في كل الجملة سواء لابريبوزيشن ا سواء او ستستعملوا اما ا اكسن او لا او التي تكتب او ديرو بوز نوقفو الدرس وخدمو تمرين نركز شوية ولنتذكر القواعد ها واتسحيح التمرين تمرين او لابريبوزيشن توجد توافع توافع يلوا او نوزالان يلوا لسي يلوا او يلوا كيف كانت الأجويبان؟ صحيح؟ نعم لنقرأ الجمال مرة أخرى اقرأوا التمارين او الجمل بصوت عالي بطريقة صحيحة وسليمة وصلنا لنهاية الدرس اليوم لا تنسونا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بجميع الدروس ما تنسوناش كذلك ملي لايك ولي كومنتر نخليكم دابا في امان الله ومع درس جديد ان شاء الله